اشتركوا في القناة نقول له احنا حنتكلم وياكوا كلام بالعقل هنا القرآن نزل بأسلوب عربي وتحدى العرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الأداء الجميل وصنديد العرب وتعقوا إيش اللي هم فيهم السلوء الصفية اللي جاء لهم من كل القبائل كذبوا محمد فهل رأيتم أحدا منهم آل إيه يا أخوة آلف ولام وميم واللي جايب هالنا دي في أوائل الله بقى لو كانوا لقيم فيها مطعن كانوا يسيبوها تمر كده كنهم كفرين وكنهم صنديد وأم في البلاغة وأخوة وتمر عليهم كده بدون ما يعترضوا عليه ده دليل على أنهم فهموا منها شيئا فهموا منها إيه؟ شيئا وفهموا على أساس ما عندهم قال لك يا أخي بحلى اللغة عندنا بيبقى فيها حروف التنبيه كتيرة إيه معنى ألا هبي بصحنك فاصبحينه؟ طيب ما هو الشعر يقول هبي بصحنك فاصبحينه؟ إيه كلمة آلة دي وتقولك ألا أداة تنبيه؟ قال لك إيوه لأن المتكلم يملك زمام منطقه يتكلم أو لا يتكلم وقبل ما يتكلم بيدير المسائل نسب ذهنية في ذهنه لكن السامح قد يفاجأ ألا ما يفاجأ شيئا يبقى المتكلم يملك زمام المبادرة وقبل ما يتكلم حيعود يتكلم ما إيه؟ ويقول إيه؟ ويعد نفسه إنما السامح قد يبغط ويفاجأ يبغط على ما يتنبه يكون فات منك كم كلمة كنت عايزه يسمعها فبدال ما يفوت منه الكلام اللي أنت عايز تقولوله تخليه يفوت في كلمة نسمها تنبيه له أن يستيخذ يعني أنا أتكلم قد مالك ألا سوف نقول العيون تفت كم خليها حروف تنبيه لكن قلنا إن الحق سبحانه وتعالى سبق أن قلنا إن القرآن كل مبني على الوصل معنى الوصل إيه؟ يعني ما فيش آية تلتيئها من هي بالواقف بل من هي بالتشكيل الإعرابي على أن الأخرى موصولة بها ولذلك تقول إيه مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِي مش كده؟ لو كتل مسألة على الواقف كان يقول وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِي مش كده؟ وبعدين يقول مُدهامتان ما هي آية؟ فيهما عيناني نضاختان لا ما قالش كده؟ قال وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدهامتان وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدهامتان مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تكذباني ما أنش تكذبان؟ فيهما عيناننا ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء الله ما فيش واقف معناها آية ختم آية يبقى إيه القرآن مبني في آياته على الإيه؟ على الوصف هذه واحدة وفي صوره أيضا مبني على الوصف يعني ما يجيش في آخر الصورة معناها آخر الصورة بقى قولها آية دي احنا هنا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ هي كده؟ ولا ولا يستقفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ بسم الله الرحمن الله يبقى منصولة ما فيش واقف خلاص كده؟ طب دي آخر لا آخر الآية منفصلة بوقت ولا آخر الصورة منفصلة بل موصولة هات آخر القرآن كله أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله رب نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس ليه؟ لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية بل كله موصول ببعضه نهايته في الناس هي بدايته ولذلك يقولك ما هو الحال المرتحل ها؟ اللي بيقرأ القرآن هو حال في آخر آية إنما مرتحل إلى الآية بتاعنا الحال الإيه؟ المرتحل هنا بقى نجد القرآن اللي مبنى على الوصل في كلماته وفي آياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبنى على الوصل هاتبقى الآية ألف لجم تنطأ هكذا بالوقف لو كان على طريقة الوصل كنت تقول إيه؟ ألف لام ميم لكن قلت إيه؟ ألف لام ميم الله شو مجد دي خلفت الله؟ الطريقة في القرآن قال لك ليد لك على أن الألف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه وله معنى يؤديه ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت قال لك إيه؟ أفني ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له بكل حرف كذا كذا ألف لام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نعم نعم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم إحنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها إيه؟ اسمها إشارة وكف خطاب تي اسم إشارة زي هذا واللي مخاطب مين؟ بيختلف مرة تكون الإشارة إلى مؤنس أو إلى مذكر مصنة مجموعة 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 جمع تذكير ولا مجموعة جمع تأنيس لما يكون بتشير إلى رجل تقول إيه؟ هذا سأل عنك بالأمس مش كده؟ وإذا كانت المرأة؟ هذه سألت عنك بالأمس هذان سأل عنك بالأمس مرأتين هتان سأل عنك بالأمس جماع هؤلاء سألوا عنك بالأمس مش كده؟ وهؤلاء سألنا عنك بالأمس يبقى هؤلاء للذكور والمين؟ والإنس يبقى دي اسمه إسمه إيه؟ اسم إشارة بعدين بتخاطب مين بالعبارة؟ يبقى في اسم إشارة فيه إيه؟ خطاب هنا بقى نشوف كده تلك وذلك الكتاب ذلك وتلك ذلك أشار إلى الكتاب وهو إيه؟ مذكر واحد يبقى ذات ينفع له ولا لا؟ هاي؟ طب بيخاطب مين؟ إن خاطب واحدا يقول ذلكا تلكا طي يخاطبه إنه بيقول إيه ذلكا لكتابه؟ طب إن كم بيشير إلى أنسة؟ أو مؤنسة؟ زي الآيات نقول تلكا تيه تيه إنما بيخاطب مين؟ برضو بيخاطب سد يجيب الكاف طب بيفرض إنه هو بيخاطب لكن بيخاطب أنسة بيخاطب أنسة يقول لها إيه؟ تلكا؟ تلكا تلكا يخاطب اتنين؟ تلكما يخاطب جماعة؟ تلكم يخاطب جماعة إنسة؟ تلكنا تلكنا أو لوحدة أو لتنين ذكور أو لتنين إيه ناس؟ أو لجماعة ذكور أو لجماعة إيه ناس؟ اضرب الحكاة دي تطلع صور الخطاب كاما؟ الناس بتفهم إن تلك كلها أشارة نقلها ولذلك هناك تقول إيه؟ لما تيجي امرأة العزيز تشير إلى يوسف وقد جمعت النسوة اللي لموها وقال نسواتهم إيه؟ في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قامت عملت لهم مكينة وجابتهم مدتهم البتاع اللي التفاح ومش عارف إيه؟ ودخلت مين؟ دخلت يوسف ادخل عليهن فلما رأيناه قال لك ده الكلام اللي قالوا عنه مش مش هو هو ده أحلى من اللي قلناه ده مش مشر ده أنا ملك قامت ثم لما قالوا ده ملك قالت فذلكنا تبقى ذا إشارة المين؟ ليوسف وكنا لمين؟ للمخاطبات وهناك اللي يقول لهم ما إيه؟ الفذانك برهانان من ربك اليد والعصر اتنين ذاني ادي جابها اتنين هو إنما بيخطب مين؟ بيخطب فرعون الفذانكة تلك آيات الكتاب الحكيم هنا بيقول لك إن تي حرف إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب طيب المشار إليه آيات وهي مؤنسة فجبنا تي والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفردات واللام اسمها لام البعد بين الخطاب وبين الإشارة بعد إيه؟ قال لك قد يكون بعد منزلة وبعد مكان أو بعد مكانة نعم تلك آيات الكتاب ومرة أولي القرآن مرة يسميه الكتاب ومرة يسميه إيه؟ قرآن ومرة يسميه فرقاء كده؟ معنى إيه؟ قال لك كتاب دل على أنه يكتب وتحميه السطور خلاص؟ وقرآن يقرأ وتحويه السدور يبقى ذا للسطور ودق للسطور وفرقان للمهمة يفرق بين الحق والبعد الله 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 هاتبقى آيات الكتاب في أول سورة البقر قال إيه؟ ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريبة ذلك الكتاب إنما هل إيه؟ الهنائية تلك آيات الكتاب ووصفه بالإيه؟ بالحكمة الحكيمة مش كده ولا؟ نعم تلك آيات الكتاب هناك ما قالش كده تلك آيات الإيه؟ ذلك الكتاب لا بس قال لا ريبة فيه يبقى آيات جاب من ناحية ناحية كمال وناحية تانية من ناحية الكمال يجيب في آيات دي كمال من جهة وهنا كمال من جهة فيقول إيه ذلك الكتاب لا ريبة فيه وإيه ذلك الكتاب هو إيه؟ الحكيم الله يبقى جاب له ناحية كمال كل واحدة تاخد إيه؟ ولذلك ما تقولش ده تكريف دي لقطات مختلف إيه؟ لإيه؟ لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال هناك إيه؟ ذلك الكتاب لا ريبة فيه قال له هدن للمتقين هنا بقول هدن وراحمة جاب لقطة تانية هدن وراحمة لمين؟ للمحسنين وديكها للمؤمنين قال له إيه؟ إيه؟ قال لك الإيمان مطلوبه الافتراض فرض يبقى الإيمان يقديه إنما مطلوب الإحسان شيء آخر مطلوب الإحسان أحسنت في كيفه؟ أم أحسنت في كمه؟ إيه؟ أحسنت في كمه وأحسنت في كيفه أحسنت في كيفه بأن تستصحب مع العمل الإخلاص للمعمول له وهو الحق أن تحسن في كمه دي كيف كيفه تحسن في كمه قالك إن عجبت التكليف وربنا قالك صل لخمسة يبقى خليهم ستة أو سبعة أو التان يبقى ده إحسانهم في في الكيف وإحسان في الكيف علشان الإخلاص ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك وهتبقى لما تكون واحد بتعمله شغله وقعد عينك عليه كذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله